بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا فيكم طلاب الأول ثانوي علمي مرة ثانية بقناتي أولا بدي أعتذر على القطع اللي صارت بس الواحد هيك بنشغل شوي هون وهون بس بإذن الله مستمرين معاكم بالتصوير وشرح المنهاج كامل بإذن الله الآن يا جماعة بدنا نفوت بالدرس الثالث والله هو حال نظام مكون من متبينات خطية بمتغيرين بيانية هذا الدرس نفسه موجود عن طلاب الأدبي فبمعينكم انتم طلاب علمي فأكيد لازم تكونوا مية بالمية فيه تمام فبدنا نكون متعاونين هسا مع بعض الآن لاحظوا السؤال شو بيحكي لي هذا المثال واحد اللي بلي كتاب أمثل متباينة اللي هي هاي أمثلها بيانيا شو يعني متباينة اللي هي بيكون فيها زي هيك متغيرين اكس و واي أو متغير واحد اكس أو واي لحالها وبيحكي لي أكبر أو تساوي عدد أو أقل أو تساوي عدد طبعا هاي جماعة بس للتذكير هاي اتجاه الأكبر أو تساوي وهاي اتجاه الأصغر أو تساوي لأن احنا بنقرأ من الشمال اليمين يعني مثلا الثلاثة أكبر من الواحد وهكذا طيب الآن بدنا نمثل هاي المتباينة بيانيا كيف ممكن نمثل أنا هاي المتباينة على المستوى البياني طبعا المستوى البياني جماعة هذا اللي هو محور اكس وهذا اللي هو محور واي هذا هو السالب اكس وهذا هو السالب واي طيب تعالوا نشوف كيف ممكن نمثلها أول إشي يا جماعة بدك تحول إياها من المتباينة لمعادلة طوالي وانما أحكي لك مثلي متباينة بيانياً بتشلي إشارة المتباينة بتحط مكانها مساواة عشان حولها لمعادلة والباقي بتنسخوا نفس ما هو 2x زائد 3y تساوي لـ 12 طيب وبعد هيك بدك تعمل الجدول تحسب فيه قيم x وقيم y يعني بدنا نطلع النقطتين عشان نرسمهم فكيف ممكن أعمل الجدول زي هيك هاي x وهي y باخذ على الـ x أول مرة صفر وباخذ على الـ y ثاني مرة صفر أستاذ دايماً نوخذ زي هيك؟ آه أستاذي دايماً زي هيك طيب أستاذي انت هيك قال بتحفظ فينا إحنا طلاب علمي لازم نفهم طيب على عيني وراسي أفهمكم إذن لو عندك هذا المستوى البياني بدك أنت تمثل لهذه المتباينة هاي المتباينة يا جماعة خطية طلعوا x و y عليهم الأس واحد يعني متباينة خطية المتباينة الخطية أو المعادلة الخطية كيف رسمتها بتكون بخط مستقيم زي هيك فأكيد الخط المستقيم رح يمر بالـ y محور الـ y و رح يمر بالمحور الـ x فأنا هاي النقطة على الـ x ما بعرفها قديش بالزبط فعشان أعرفها تحديداً باخذ قيمتها على الـ y قيمتها على الـ y مباشرة كم يا جماعة؟ صفر فباجي بعوض على الـ y تساوي صفر بتطلع معي قديش هاي القيمة فهين عشان هيك أخذتها تحت طيب واللي فوق نفس الحكي قيمة الـ y اللي هون اللي بيقطع فيها المستقيم ما بعرفها كم فعشان أنا شفتوا كيف مسكته عشان أنا أعرفها هاي الـ y قديش بعوض قيمتها على الـ x صفر فهي عندي قيمة على الـ x قديش تساوي صفر فباجي على الـ x بعوضها صفر تطلع معي قيمة الـ y اللي هون فإنت خلص مباشرة وينما يكون في عندك متباينة بدك ترسمها خذلي أول قيمة على الـ x صفر وخذلي عدائماً على الـ y صفر طيب أستاذي تعالي نعوض بدي أعوض على الـ x أول مرة صفر فرح تصير عندي اثنين ضرب الصفر زائد ثلاثة y تساوي 12 طيب اثنين ضرب صفر هاي كاملة بتصير معك صفر بيظل عندك ثلاثة y تساوي لـ 12 طيب بالقسمة على معامل الـ y اللي هو ثلاث بيروحوا مع بعض إذن مباشرة قيمة الـ y 12 على ثلاثة ولا هي قديش موجب أربعة لازم نكون شاطرين في ايش القسمة والضرب الآن نأخذ ثاني مرة على الـ y تساوي صفر تعالوا نعوضها على الـ y صفر في المعادلة هاي راح تصير عندي اثنين x زائد ثلاثة مضروبة بالصفر تساوي لـ 12 مباشرة هذا المقدار بيروح صفر لأنه أي عدد ضرب صفر بيروح بيظل عندك اثنين x تساوي 12 بيلقصنا على اثنين على اثنين بيلغوا بعض x تساوي اثناش على اثنين كم يا جماعة واللي هي ستة هاي طلعنا قيم x وطلعنا قيم y يعني هيك انت صار عندك نقطتين بتقدر هسا تروح ترسم لي ايهم اول نقطة اللي على الـ x صفر وعلى الـ y أربعة ممتاز النقطة الثانية على الـ x ستة وعلى الـ y صفر ممتاز الشباب تعالوا نرسمهم صفر على الـ x واربعة على الـ y هاي محور الـ x بظلني عند النقطة صفر صفر بطلع باتجاه الـ 4 على الـ y هاي محور الـ y اذا بطلع باتجاه الـ 4 هون خناعتبر هون هي النقطة الـ 4 ممتاز الآن بيحكيلي 6 على الـ X و 0 على الـ Y هاي إنتك عندك محور الـ X بتروح باتجاه الـ 6 خناعتبر إنه هون هي الـ 6 وبيحكيلي 0 على الـ Y يعني مكاني بحط عندها النقطة لأنه 0 على الـ Y يعني إنت هون بيحكيلك 6 على الـ X بتروح باتجاه المحور الـ X باتجاه 6 الآن تعالوا نوصل بيناتهم بدنا نوصل إيش بيناتهم بس بدي إياك تنتبه اتطلع لي على المعادلة المتباينة الأصلية اللي بالسؤال إذا فيه تحت إشارة المتباينة رمز المساوى اللي هو هذا بتوصلي إياهم بخط متصل إذا ما كان فيه رمز المتباينة بتوصلي إياها بخط متقطع زي هيك الآن بسؤالي هذا فيه عندي إشارة تساوي إذن مباشرة رح أجيي أوصل بيناتهم بخط متصل زي هيك بوصل بين النقطتين ممتاز الآن يا جماعة إن قسمت عندي الرسمة لقسمين قسم تحت وقسم لفوق الآن لازم أنت تضللي منطقة وحدة فيهم يا بتضللي التحت يا ما بتضللي اللي فوق كيف بدي أعرف لأن هذا التضليل بيمثل لي منطقة الحل دائما لما يحكي لك مثل متباينة وتيجي ترسم لي إياها لازم تمثل منطقة الحل فرح تكون عندي منطقة حل مشتركة كيف ممكن أعرفها بأخذ النقطة يا جماعة اللي هي صفر صفر نقطة الأصل مش شرط إنه صفر صفر المهم نقطة أصغر أو نقطة بهاي المنطقة اللي تحت ممكن تأخذ مثلا واحد حاب يأخذ الواحد والصفر أو الصفر وواحد هاي عفا عادي بيصير واحد حاب يأخذ مثلا الواحد والصفر بيصير واحد حاب يأخذ الصفر والاثنين برضو بيصير أي منطقة خلال أي نقطة خلال هاي المنطقة مسموح إنك تعوضها داخل المتباينة نشوف إذا تطلع معك صح ولا لا بس أنا بدي أخذ النقطة إيش هي الصفر صفر أنسب واحدة للتعويض تمام فبدأ نأخذ النقطة هاي الموجودة عندي هون واللي هي الصفر صفر إذا عوضتها داخل المتباينة وطلع معك العبارة صحيحة إذا نرسمتك باتجاهها يعني لا تحت إذا ناتج التعويض غلط إذا نرسمتك لفوق تعالوا نختبر بدي أخذ النقطة هاي هاي خلينا نعوضها هون بدي أخذ النقطة اللي هي صفر وصفر أعوضها داخل هاي المتباينة الآن بدي أعوض مكان الـ x صفر فرح تصير الثنين ضرب الصفر زائد عوض لي مكان الـ y صفر فرح تصير الثلاث ضرب الصفر كلياتهم أكبر أو يساوي 12 أكبر من أو يساوي الـ 12 إذن أي عدد ضرب صفر صفر أي عدد ضرب صفر صفر فهذا المكان هم بنزل الصفر الآن بسأل حالي سؤال هل الصفر أكبر من الـ 12؟ أكيد لا الصفر أصغر من الـ 12 إذن هاي المنطقة ما حد ما طلعت معي منطقة الحل إذن منطقة الحل المشترق يعني لهذا السؤال رح تكون عندنا لفوق هاي هي منطقة الحل لهذا السؤال تمام يا جماعة؟ بس بظل للمنطقة اللي فوق ليش؟ لأنه ما هاي طلعت معي العبارة خاطئة الصفر مش أكبر من الـ 12 إذن رسمتنا رح تكون لوين أو المنطقة الحل رح تكون لفوق إذا طلعت معك هاي المنطقة صح إذن رسمة الحل لتحت تمام يا جماعة؟ بس إهك إعادة على السريع مثال واحد أعطاني هاي المتباينة بقول لي يمثلها بيانيا حولنا المتباينة لمعادلة غيرنا الرمز لا يساوي أخذنا النقطة على الـ X0 وعلى الـ Y0 عوضناها بالمعادلة طلعنا قيمة الـ Y وطلعنا قيمة الـ X صار معك نقطتين مباشرة بتروح تمثلهم بيانيا مثلنا الأولى ومثلنا الثانية بدنا نيجي نوصل بيناتهم بس نسأل حالنا دقيقة هل عندها يساوي؟ آه والله عندها إذن بيكون الخط متصل بيناتهم إذا ما فيه بيكون متقطع طيب بصف يسا أعرف منطقة الحل المشتركة يا إما تحت يا إما فوق كيف ممكن أعرفها؟ بعوض النقطة حكينا أنسب نقطة واللي هي 0-0 داخل المتباينة الأصلية اللي من السؤال إذا طلعت معك صح إذن رسمتك لتحت باتجاهها إذا غلط لفوق وهنا طلعت معنا غلط إذن مباشرة لفوق هو الرسم الصحيح تعالوا ننتقل مع بعض للفرع الثاني من هذا المثال يلا يا جماعة نكمل هسا بحل الفرع الثاني من السؤال يعطيني متباينة ويحكي لي مثل لي إياها على المستوى البياني لازم شو نعمل نحول المتباينة لمعادلة كيف بنحولها لمعادلة؟ بس بشير رمز الأكبر أو الأصغر بحولها ليساوي والباقي بنزل نسمه Y تساوي ثلاثة X ممتاز إذن بدي أطلع النقطتين باستخدام الجدول بالزبط هاي X وهي Y بأخذ هنا صفر وبأخذ هنا صفر طيب إذن بدي أعوض أول مرة على الـ X صفر ثلاث ضرب الصفر ثلاث ضرب الصفر واللي هي كم؟ صفر إذن مباشرة قيمة الـ Y كم؟ صفر طيب إذن لو أخذت الـ Y هسا وعوضتها هون رح تطلع معك صفر تساوي X ثلاثة X بتقسم على ثلاث برضو رح تطلع معك هاي النقطة صفر الآن في طلاب كثير بتغلبوا لما يشوفوا إنه الجدول طلع محهم كليات وأصفار مع أنه رسمتها بقدر هسا نحكي لك إيها مباشرة إنك تيجي بترسمها زي هيك من النص بتعمل هيك خط مستقيم هاي هي رسمة الإقتران X تساوي Y تمام؟ لما تكون عندك X تساوي Y أو Y تساوي X هيك بترسمها بخط من النص لأن في طلاب ما بدهم يحفظوها زي هيك طيب لابداش بدنا نفهمها مش تلعت معك صفر صفر غير للنقطة ما بديها من صفر صفر جرب خذ للنقطة ثانية مثلاً الواحد بدي على الـ X أول مرة صفر ثانية مرة بدي أخذها واحد تعالوا نعوض على الـ X واحد فرح تسير عندك هايها Y تساوي ثلاث مضروبة بالواحد ثلاث ذر بالواحد واللي هي كم؟ ثلاث إذن مباشرة قيمة الـ Y قديش يا جماعة واللي هي ثلاث تمام؟ طيب الآن صارت معك النقطة هايها اللي هي النقطة صفر صفر والنقطة الثانية واحد وثلاث صح؟ طيب تعالوا هاي نمثلها بيانياً لاحظوا النقطة صفر صفر هايها نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر مزبوط طيب النقطة الثانية اللي هي واحد وثلاث طيب اللي هي واحد وثلاث هاي واحد على الـ X وهاي الثلاث على محور الـ Y لما تيجي ترسمهم مع بعض اللي هي بتطلع رسمتهم زي هيك يعني هون بالزبط رح تكون النقطة واحد وثلاث فبنيجي الآن بنوصل بناتهم بخط مستقيم لاحظوا طلع معاي نفس ما أنا رسمتها من البداية وجدول فيه أصفر فخلاص بأخذوا نقطتين غير الصفر والصفر بس بالآخر بطلع معهم نفس الرسم بس هنا بدنا نتبه على شغلة لاحظوا المتبينة الأصلية ما في عندها إشارة يساوي فبالتالي الخط هذا تبعنا رح يكون شماله متقطع جماعة زي هيك تمام رح يكون الخط شماله متقطع إذا كان ما عنده إشارة يساوي بعملها خط متقطع طيب أستاذ انت هيك الرسمة صارت عندي قسمين لتحت ولا فوق كيف ممكن أعرف أني منطقة الحل المشتركة لازم يا جماعة نأخذ نقطة نعوضها بس بهاي الحالة ما بنفع نأخذ النقطة صفر صفر نعوضها ليش لأن النقطة صفر صفر جاية بالزبط على المستقيم اللي إحنا رسمناه فما بنفع أنك تأخذ نقطة على المستقيم وتعوضلي إياها داخل المتبينة لازم تأخذ نقطة غير هاي النقطة يعني هاي الصفر صفر هنا ما بتزبط معاي بدي أخذ واحدة ثانية هاي لم تزبط معنا خنشوف واحدة ثانية اللي هي الواحد مثلا واحد على الاكس طيب والصفر على الواي بيصير آه بيصير هاي نقطة لا تقع على المستقيم بقدر حدا يأخذ مثلا الصفر على الاكس والثلاث على الواي انت حر أنا بدي أخذ الواحد على الاكس وصفر على الواي تعالوا نعوضها على الواي نعوضها في المتبينة بدي أعوض على الواي صفر ممتاز تساوي ثلاث مضروبة في كم لا في المتبينة آسف المتباينة فهي أصغر ثلاث ضرب الواحد صح طيب ثلاثة بواحد واللي هي ثلاث الآن هل الصفر أقل من ثلاث أكيد لما إنه هاي طلعت معك صح فبترسم باتجاه النقطة اللي انت أخدتها النقطة اللي أخذناها هون هيها اللي هي واحد وصفر فإذا المنطقة الحال رح تكون باتجاهها لين لتحتي جماعة لهون تمام؟ إذا ما كانت إذا هاي طلعت معك غلط بتكون رسمتك عكس النقطة اللي انت أخذتها يعني بالمنطقة اللي فوق وصلت يا جماعة كثير سهلة هاي طيب هيك بنكون حلنا مثال اثنين تعالوا ننتقل مع بعض نحيل أتحقق من فهمي يلا يا جماعة خلينا نحل هسه مع بعض أتحقق من فهمي معطيني فرع A و B و C و D نحل هسه فرع A و B على السريع طلعوا بحكي لي أمثل هاي المتباينات بيانيا لاحظوا عندي هون Y أكبر من أو تساوي السالب واحد لاحظوا أن هاي المتباينة يا جماعة فش فيها غير متغير واحد صح؟ اللي هو Y طيب هاي جماعة بتكون كثير سهلة طلعوا اللي بيكون فيها متغير واحد حالها كثير سريع طلع حول ليها لم يساوي بتصير Y تساوي قديش سالب واحد هين طلعت قيمة ال Y هون لا بتحتاج تعمل جدول ولا بتحتاج تعمل إشي مجرد ما إنك معك متغير واحد حول المتباينة لمعادلة بتطلع معك جاهزة يعني هاي ال Y طلعت معي سالب واحد طيب شو بدي أعمل هاي محور Y الموجب هاي محور Y السالب باجي عندي ال Y السالب هون عند السالب واحد شو بعمل عندها بعمل عندها خط أفقين شوف إذا عندها يساوي أه بعمل عندها خط أفق زي هيك تمام بس هيك أستاذ أه بس هيك بتيجي عند السالب واحد بتعمل عندها خط أفقين طيب ممطقة الحلة وين رح تكون يا أستاذ طلع شو بيحكي لك Y أكبر من سالب واحد يعني جميع الأعداد اللي أكبر من السالب واحد اللي أكبر من سالب واحد اللي هي الأعداد الموجبة مش السالب اللي تحت هنا انت بتنزل للسالب ما لنهاية قاعد بتقل انا بدي اياك تزيد يعني الاعداد اللي اكبر من السالب واحد فمنطقة الحل يا جماعة رح تكون معنا لفوق اللي مش عارف كيف ياخذ نقطة مثلا اكبر يجرب ياخذ الواحد عوض الواحد مكان الواي هل الواحد اكبر من السالب واحد اكيد اذا منطقة الحل برضه لفوق وصلتها جماعة طيب يا جماعة هيك منكون خلصنا حل فرع اي كثير سهل يعني ما غلبني بس حولت المتباينة لاشارة يساوي ومثلتها على السريع تعالوا نشوف مع بعض فرعبية شو بحكيلي هون بحكيلي اكس اقل من الثلاث كيف بدي ارسمها هاي حكينا المتباينة بتخلص منها وبحولها لا يساوي بتصير اكس تساوي ثلاث بس بس ما حتيجت اعمل جدول طلعت معي قيمة الاكس جاهزة الجدول ليش انا بعمل لما يكون عندي متغيرين اكس وواي عشان اعرف قيمهم باخذ اكس صفر مرة ومرة باخذ واي صفر هنا فيش عندنا غير متغير واحد بس الاكس فشو داع ما في داعي للجدول فخلص باجي هسا عندي اكس تساوي ثلاث هاي محور اكس عندي الثلاثة هون ما في عندها اشارة يساوي اذا الخط رح يكون عندي هنا متقطع بعمل خط عمودي بالزبط عندي الثلاث لما تكون على واي بنعمل خط افقي لما تكون على الاكس بنعمل خط عمودي حكيلي بدي اكس اقل من ثلاثة يعني جميع الاعداد اللي اصغر من الثلاثة واللي هي لهان فهي هي منطقة الحل اذا بيحكي لك واي معطيك متباينة فيها متغير واحد بتحولي اياها لا اشارة يساوي بتروح عند السالب واحد مباشرة عشان نعم يحور واي بنعمل خط واللي هو افقي وبتشوف لي منطقة الحل اين هون حكيلي اكس اقل من ثلاثة حولها لا يساوي صارت اكس تساوي ثلاث باجي عندي الثلاث بنعمل عندها مباشرة خط متقطع عمودي ومنطقة الحل اللي هي جميع الاعداد اللي اصغر من الثلاث طيب تعالوا هسا نكمل بحل فرع سي وفرع دي يلا يا جماعة نكمل مع بعض بحل فرع سي لاحظوا هذا الفرع كثير سهل فرع سي بيحكي لي واي اكبر من او تساوي نص اكس هاي كيف ممكن احلها بحول هاي المتباينة لمعادلة زي ما تعلمنا واي تساوي نص اكس الان النص انا مش عجبيتني عشرية بقدر اكتبها ع شكل كسر زي هيك نص اكس عادي زي ما بدي النص او نص زي هيك ثنتين صح الان بدنا ناخذ الجدوى لعننا قيمتين اكس وواي لازم نعوض مكانهم اصفار فهي بدي اخذ اول مرة ال اكس سفر وبدي اخذ ثاني مرة ال واي سفر طيب تعالوا نجرب نعوض اول مرة على ال اكس سفر فلاحظوا رح يصير عندك هنا واي تساوي نص ضرب السفر السفر ضرب اي اشي شو بيصير معك جوابها سفر فاول نقطة شو رح تطلع معك سفر لان لما تاخذ واي سفر برضو رح تطلع معك هنا سفر فحكينا مش عجبتنا انا هاي النقطة فبقدر اغيرها بقدر اخذ مثلا الاثنين على ال اكس اي رقم عادي بدي اعوض هسا على ال اكس اثنين فرح تصير عندك واي تساوي نص ضرب شو حط مكانها اثنين لان اثنين في البسط مع اثنين بالمقام بروحوا شو بظل مكانهم واحد واحد ضرب واحد ولا هي كم واحد فبتطلع معك قيمة الواي تحت ولا هي واحد الان هذه السيف س coloring معك نقطتين اللي هما النقطة سفر سفر نقطة الاصل والنقطة الثانية اللي هي 2 و و 1 تعال الان نرسمها النقطة سفر سفر يا جماعة هيها النقطة الاصل طيب النقطة سفر acids النقطة 2 و 1 هي على الاكس الاكس وا هي على الواي تسيح لها الاكس بمقدارة 2 هيها وهنا وايش و 1 على الواي لو اعتبرنا هنا الواحد Ter realized here 1 يطلع مباشرة وهنا بتكون عندك النقطة هذا ايها اللي هي لو تمشي زي هيك اثنين وواحد طيب الان بدنا نوصل بناتهم بس لاحظوا انه في عندها اشارة مساواة فراح نوصل بخط شماله يا جماعة بخط متصل احسنتم زي هيك بين النقطتين بخط متصل ممتاز ممتاز الان يا جماعة بدنا نشوف منطقة الحل هال هي فوق واللي هي تحت تعالوا نشوف الان حكينا نقطة الصفر الصفر هاي المرة ما بنفع اني اخذها ليش؟ لانها جاي بالزبط على المستقيم فبدنا ناخد نقطة ثانية واحد ممكن حبي اخذ النقطة صفر وواحد او واحد ثاني حبي اخذ النقطة اثنين وصفر انت حر اشي برجعلك انا بتجربها النقطة اللي هي اثنين وصفر تعالوا نجرب نعودها في المتباينة هذه على ال theyx بحط اثنين وعلى ال y بحط صفر فعاوضني على ال theyx عفوا على ال y صفر اكبر من اوén او تساوي النص اتفقنا ان هي هيها زي هيك ضرب ال theyx شدينا نحط مكانها الثنين لان اثنين في البصنع اثنين بالمقام بيصير الجواب واحد واحد بواحد واللي هي واحد الان سؤال هل الصفر اكبر من الواحد اكيد لا اذا المنطقة اللي عوضت فيها ما بتلزمني المنطقة راح تكون لين يا جماعة واللي هي اللي فوق هاي هي منطقة الحل اللي عكسها بالزبط فهاي هي كاملة منطقة الحل اللي احنا بندول عليها وصلت يا جماعة اذا دلعت معنا الصح بتكون لتحد غلط خلص عكسها مباشرة طيب هيك بنكون حالينا فرع سي تعالوا ننتقل نحل مع بعض فرع دي الان تعالوا نشوف مع بعض اخر فرع معنا اللي هو فرع دي كيف ممكن نحل هذا السؤال طلع معطيني هاي المتباينة زي ما تعلمناها سبننحولها لمعادلة ثنين اكس ناقص الواي تساوي الثمانية يعني بدنا ناخد الجدول اللي هو اكس وواي مرة الاكس صفر ومرة الواي صفر عوض لي على الاكس صفر فرح تختفي لانها رح تصيري ثنين ضرب صفر فبتروح بتظل سالب واي تساوي ثمانية اضرب هاي بسالب واحد واضرب هاي بسالب واحد فالسالب بلغي السالب بتصير واي شو بتساوي سالب ثمانية ممتاز اللي انا عوض لي على الواي صفر هالمرة الواي رح تختفي لما نعوض مكانها صفر بيظل عندك مباشرة ثنين اكس واللي هي كم؟ ثمانية فبتقسم بهاي على ثنين وبتقسم هاي على ثنين بروح مع بعض اللي قيمة الاكس شو بتساوي ثمانية على ثنين واللي هي قديش؟ أربعة تمام؟ عوظوها رح تطلع معك نفس الحكي الآن النقطتين 0 على الـ X Prab� 8 على الـ Y والنقطة الاثانية واللي هي 4 على الـ X Prab� 0 على الـ Y 0 على الـ Y ascal 8 على الـ Y لتحت لو ما د nestها شوي واعتبرنا هون هيочему 8 فهو ي situated لها نقطة الآن 4 على الـ X 0 على الـ Y 4 على الـ X يعني هون هي وصفر على الواي يعني بنا نوصل بناتهم بس بنا ننتبه جماعة المتباينة الأصلية ما في عندها إشارة يساوي إذن الخط اللي بناتهم شو رح يكون عندي خط متقطع أحسنتهم ها هي بلشنا خلاص نتعود على الحل فهي عندي هنا خط متقطع طيب الآن بظل عندك آخر إشي منطقة الحل كيف حكي أنا بنعرفها بنأخذ نقطة اللي هي صفر صفر نعوضها بهاي الحالة بتزبط خنأخذ الصفر صفر نعوضها في المتباينة طرح تطلع معاك 2 ضرب صفر ناقص الصفر أقل من الثمانية هاي كاملة صفر صفر ناقص صفر ولا هو صفر هل الصفر أصغر من الثمانية أكيد إذن منطقة الحل رح تكون عندنا لوين يا جماعة لا تحت لا عفوا لا هون يعني باتجاه الصفر صفر زي هي تمام هاي هي منطقة الحل اللي إحنا بندور عليها في السؤال تمام يا جماعة كثير سهل هذا الدرس ونفس الدرس الموجود عند الأدبي الآن مثال 2 رح نأجلل الحصة اللي وراها بدي أنتقل معكم مباشرة لمثال 3 اللي هو بكون في عنا نظام متباينات تعالوا نشوف شو يعني نظام متباينات الآن يا جماعة بدنا نشوف مع بعض مثال 3 حكينا مثال 2 خليل الحصة جايب نرجع بنكمل عليه الآن مثال 3 شو بيحكي لي أمثل نظام المتباينات هالمرة صار يعطيك نظام متباينات شو يعني نظام يا جماعة يعني متباينتين أو أكثر ممكن يعطيك متباينتين ممكن ثلاثة ممكن أربعة حسب بس إنه بكون أكثر من المتباينتين طيب الآن معطيني هذول المتباينتين بحكالة بدي أمثلهم بيانيا كيف تعلمنا نمثل أي متباينة بيانيا بنحولها لمعادلة بس هون لإنه في عندك متباينتين فبدك تحولهم لمعادلتين فهاي الخط اللي بناتهم بدي أحط أول معادلة رح تصير أربعة إكس زائد الثلاثة واي تساوي لتنعش ممتاز الثانية رح ينسخلي إياها جنبها واي ناقص اثنين اكس تساوي الصفر يعني بدي أخذ جدول لهاي اكس واي هنا مرة صفر وهنا مرة صفر ونفس الحكي هون بدي أخذ اكس واي وهنا بدي أخذ صفر وهنا بدي أخذ صفر طيب تعالوا هسا نعوض بدي أعوض على الاكس صفر فالمقدار اللي فيه اكس جماعة دايما بيختفي اللي بيكون فيه الصفر دايما بيخليه يختفي الآن شو بضل عندي ثلاثة واي تساوي اتناعش قسم على ثلاث قسم على ثلاث بيروحوا مع بعض اتناعش على ثلاث واللي هي كم موجب أربعة ممتاز احنا طلاب علمي يعني بنعرف كيف نعوض الآن الصفر هالمرة بدي أعوضها على الواي فبتروح الواي بيظل عندي أربعة اكس تساوي اتناعش الآن بدي أقسم على كم يا جماعة على معامل الاكس اللي هو الأربعة وبقسم هاي برضو على أربعة بيروحوا مع بعض بتسير الاكس مباشرة الهتناعش على أربعة واللي هي كم موجب ثلاث هاينا طلعنا أول نقطة صفر وأربعة والثانية ثلاثة وصفر تعالوا الآن نمثلهم بيانيا بعدين منرجع لهاي هاي عندي صفر على الاكس وأربعة على الواي هاي صفر على الاكس وأربعة باتجاه الواي خلينا نيعتبرها هون هاي هي الأربعة طيب الآن الثانية بيحكي لي الثلاثة على الاكس وسفر على الواي ثلاثة عم يحور الـاكس تقريبا هون والصفر على وي يعني مكانك وبتحط عندها نقطة الآن نبدأ نوصل بناتهم بس المتباينة الأصلية اللي في السؤال عندها يساوي إذن رح نوصل بخط شو يا جماعة أحسنتم بخط منتصل طيب هاي خط منتصل بين هذول النقطتين إذن كيف ممكن نعرف منطقة حل هاي المتباينة بدنا نوخذ النقطة صفر صفر هاي نقطة الأصل صفر وصفر نعوضها جو المتباينة الأصلية إذا صح باتجاهها لتحت إذا غلط عكسها لفوق تعالوا نجرب نعوض رح تصير أربعة ضرب الأكس واللي هي صفر زائد ثلاثة ضرب الواي واللي هي كمان صفر أقل من الاثنعش إذن هاي كاملة بتصير صفر وهاي كاملة بتصير صفر صفر زائد الصفر واللي هي صفر هل الصفر أقل من أو يساوي الاثنعش أكيد إذن منطقة الحل يا جماعة رح تكون باتجاههم لهون لتحت تمام؟ هاي هي منطقة الحل للمتباينة الأولى طيب نشوف المتباينة الثانية نفس الشغل رح أشتغله عليها بدي أخذ على الأكس صفر فهالمرة الأكس رح تختفي تمام؟ بظل عندي مباشرة الواي شو بتساوي صفر فبحكي قيمة الواي صفر الآن لو عوضت على الواي صفر برضو هاي رح تطلع معك صفر فما بدنا هاي النقطة صفر صفر بدنا نأخذ نقطة ثانية طيب خنجرب نأخذ على الأكس يا جماعة نجرب نأخذها واحد طيب تعالوا نعوض الواحد مكان الأكس رح تصير وي ناقص اثنين ضرب الواحد تساوي صفر الآن رح تصير اثنين ضرب واحد واللي هي كم؟ اثنين فرح كأنك بتحكي لي وي ناقص اثنين تساوي صفر فبتحكي لي هون زائد اثنين زائد اثنين بروح مع بعض واللي هي وي كم يا جماعة مباشرة بتطلع معك اثنين الآن تعالوا نمثل هاي النقطة اللي هي النقطة الأولى صفر صفر اللي هي نقطة الأصل والثانية اللي هي واحد واثنين طيب واحد واثنين تعالوا نمثلهم النقطة 00 هيها هون بالزبط طيب الثانية واحد على الـ X والثاني على الـ Y هي واحد على الـ X وهي مباشرة لاثنين على الـ Y تمام؟ واحد على الـ X والثاني على الـ Y يعني هون النقطة تعالوا الآن نوصل بناتهم بس ننتبه من هاي المتباينة إنه ما في عندها إشارة يساوي إذن الخط اللي بناتهم ش رح يكون يا جماعة أحسنتم أحسنتم خط متقطع طيب الآن بعد ما رسمنا هاي المتباينة الثانية بدنا نعرف منطقة حلها بس هاي بدي إياكم تنتبهوا الخطة بحها جاي بالزبط عند النقطة 00 حكينا ما بنفع أخذ أي نقطة واقعة على المستقيم لازم أخذ نقطة ثانية شفي نقطة ثانية غير الـ 00 في مليون نقطة يا سيد تقدر تختار أنا بدي أخذ هاي النقطة اللي هي واحد على الـ X و صفر على الـ Y تعالوا نجرب نعوضها في المتباينة الثانية إذا طلعت صح إذا رسمية رح تكون باتجاهها لهون إذا طلعت غلط رسمية رح تكون لفوق عكسها تعالوا نجرب نعوضها هون طيب بدي أخذ هاي على الـ Y بدي أعوض طبعا هاي على الـ X واحد وعلى الـ Y صفر الـ Y رح يكون مكانها صفر ناقص اثنين مضربة في الـ X واللي هي واحد أقل من الصفر الآن اثنين ضرب واحد واللي هي اثنين فرح تصير عندك صفر ناقص اثنين أقل من صفر صفر شيل منها اثنين شو بضل معك الجواب سالب اثنين هل السالب اثنين أصغر من الصفر أكيد السالب اثنين أصغر من الصفر فمنطقة الحل تبعت هذا المستقيم المتقطع رح تكون برضو لوين يا جماعة لتحت باتجاه النقطة اللي أخذناها الآن بعد ما مثلنا هاي بعد ما مثلنا هاي المتباينتين مع بعض صار عندنا الرسم شوي هيك معجاك خربيش بس لو تيجي تلاحظوا يا جماعة هون طلع عندي منطقة حل مشتركة بناتهم وينها منطقة الحل المشتركة بين هذا المستقيم وبين هذا المستقيم اللي هي هيها بتبلش من هون من محل ما تقاطعوا هاي هي المنطقة كاملة اللي بتمثل حل منطقة الحل المشتركة اللي هي بلجت من النقطة اللي تقاطعوا فيها باتجاه منطقة الحل تبعتهم الاثنين باجي عليها بضللها هاي هي منطقة الحل المشتركة بناتهم تمام يا جماعة الشغل اللي كنا نشتغله على متباينة وحدة هسا نشتغله على متباينتين يعني بيصير عندك جدولين لما يكون عندك متباينتين وبكون عندنا رسمتين زي خطين وفي منطقة حل مشتركة بناتهم الآن بدي أحلم معاكم آخر إشي واللي هو أتحقق من فهمي فرع A تعالوا نشوفه إذن يا جماعة بدنا نحلم بعض أتحقق من فهمي واللي هو فرع A لاحظوا شو بيحكي لي هذا السؤال Y أقل من X زائد 5 و 3X زائد 2Y أكبر من أو تساوي 6 وقل لي مثل نظام المتباينات بيانيا يلا يا جماعة نحولهم لمعادلات لما أنه متباينتين فأكيد في معادلتين رح تصير Y تساوي X زائد 5 طيب والثانية اللي هي 3X زائد 2Y تساوي 6 إذن بدي نأخذ هنا جدول X و Y 0 و 0 وهنا جدول X و Y وبرضو يا جماعة 0 و 0 تعالوا نشوف شو رح يطلع معنا فنأخذ القلم الحمر إذن دعوض على X 0 اتفقنا إنه اللي بعوض عليه بيختفي فخلص بتصير عندك مباشرة جواب Y كم ولي خمسة موجب خمسة طيب بدي أعوض هسا على ال Y 0 ال Y رح تختفي رح يظل عندي X زائد 5 تساوي 0 فبحكي هون ناقص 5 وهون بحكي ناقص الخمسة فهي بتروح مع هاي بتصير عندك X تساوي 0 ناقص 5 واللي هي كم يا جماعة سالب 5 طيب فصرت عندك أول نقطة 0 و 5 والنقطة الثانية سالب 5 و 0 تعال نمثلها بيانياً 0 على ال X و 5 على ال Y هاي 0 على ال X وهي الخمسة على ال Y طيب إذن سالب 5 على ال X و 0 على ال Y سالب 5 على ال X تقريباً هون هاي هاي سالب 5 على محور X السالب و 0 على ال Y يعني مكانك وحط نقطة إذن بدنا نوصل بيناتهم بس بدنا ننتبه جماعة إن المتباينة الأصلية فش عليها يساوي إذن الخط رح يكون معنا متقطع زي هيك ممتاز الآن رح نأخذ هسا منطقة نشوف منطقة الحد المشتركة حكيناً نقدر نأخذ النقطة 0 0 لأنها لا تقع المستقيم تعال نعوضها على ال Y رح أحط 0 أقل من على ال X حط 0 زائد الخمسة 0 زائد الخمسة واللي هي 5 طيب هل الصفر أصغر من الخمسة؟ أكيد إذن منطقة الحل تبعت هذا المستقيم رح تكون لمين يا جماعة لتحت طيب هين رسمنا منطقة الحل لتحت الآن بدنا نأخذ المستقيم الثاني نشتغل عليه خنأخذ القلم الأزرق طيب بدي أعوض هسا على ال X صفر فرح تروح ظل عندي 2 Y تساوي 6 بالقسمة على 2 على 2 بروحوا مع بعض Y تساوي 6 على 2 واللي هي كم؟ 3 طيب الآن خذلي على ال Y صفر بتروح ال Y بيظل 3 هي X مباشرة شو تساوي 6 الآن بالقسمة على 3 بالقسمة على 3 بروحوا مع بعض 6 على 3 واللي هي كم يا جماعة تطلع معك موجب 2 الآن يا جماعة صاروا معي النقطتين كالتالي 0 على ال X و 3 على ال Y والنقطة الثانية 2 على ال X و 0 على ال Y تعالوا الآن نرسمهم هاي 0 على ال X و 3 على ال Y هون قبل الخمسة الآن 2 على ال X و 0 2 على ال X هيها و 0 على ال Y يعني مكانك الآن بدنا نوصل بيناتهم بخط شوية يا جماعة بخط متصل لأنه عندها إشارة يساوي ممتازين الشباب طيب الآن بدنا نشوف منطقة الحل لهذا المستقيم لوين تعالوا نوخذ النقطة 0 0 نعوضها إذا صح لا تحت إذا غلط لفوق عوض مكان هاي الصفر رح تصير صفر عوض على ال Y صفر برضو حتصير صفر أكبر من ال 6 الآن سؤال هل الصفر أكبر من ال 6 أكيد لا هاي المعادلة غلط المتباين عفوا غلط الصفر مش أكبر من ال 6 إذن رسمتنا رح تكون لين هاي كانت النقطة 0 إذن هي رح تكون لهون عكسها يعني لو لونناها باللون الأسود رح تكون المنطقة لهون لفوق تمام يا جماعة منطقة الحل مش لتحت كانت لفوق يعني بدنا نشوف وين منطقة الحل المشتركة بين هذا المستقيم وهذا المستقيم لاحظوا أنه هاي متقاطع عند النقطة هاي فرح يكون منطقة الحل اللي هي هون كاملة هاي هي منطقة الحل اللي عاملة زي الزيجزاج هاي هي منطقة الحل لهذا النظام تمام يا جماعة الآن هيك منكون غطينا أغلب الأفكار اللي بهذا الدرس بيظل علينا بس مثال اثنين وفيه كمان أتحقق من فهمي فرع بي أنا حليت فرع ايه بترك فرع بي لإلكم كواجب نفس الشغل ونفس التطبيق متباينتين بتحولهم لمعادلتين بيطلع عندك جدولين وفي عندك لو كل واحد نقطتين بتروح بتمثلهم إذا عندها يساوي خط متصل ما عندها يساوي خط متقطع وبتشوف لي منطقة الحل المشتركة اللي موجودة بيناتهم تمام يا جماعة طيب بدي أنهي معاكم الفيديو لهون لهون شكرا